وفي ختام هذه الجولة أدلى وزير التهذيب الوطني بالتصريح التالي لقناة الموريتانية زرنا مدرسة ابتدائية وحضرنا الفعاليات الصباحية فيها وزرنا مدرسة ثانوية وشفنا بعض الملاحظات فيها وبعض مقاطعة الدروس من بعض المعلي الأساتلة أيضا وزرنا ثانوية أخرى وزرنا مدرسة ابتدائية وزرنا ورشة ولاحظنا مولي فيها ملاحظات وأشرفنا على انطلاقة انشطة برنامج العائد الديمقرافي خصوصا فيما يتعلق منها مكونات التعليم وهو برنامج بالغ الأهمية ومكونات هذه السنة بالغة الأهمية وينتظر منها أن نتعود بالغة الأذر الإيجابية على تجويد المخرجات التربوية بإن الله تعالى الملاحظات فيها ملاحظات إيجابية واضحة لأن ننتظامه العام الدراسي الدليل على ذاك دفاتر التلاميذ الحمد لله متقدمة لشابيتر الفصول فاتنقطع منهم ياسر في المواد الأساسية اللي لاحظت فيها مستويات التلاميذ في بعض المدارس يلبس بيها ومتحسنة وفي بعض المدارس الأخرى وخصوصا حيث الفئات الأقل حظ المستويات ما هي جيدة والتلاميذ عياه يتضيبوا وهون نختير نركز ونقول أن التركيز الأساسي والأولوية هي على حيث الناس اللي أقلوا حظا في التعليم ويا الله نتضامنوا كاملين أعلننا تعود مستوياتهم ترتفع ترجمة نانسي قنقر